حب مقابل مصلحة؟ حبيتي؟ لا ما حبيت لو حبيت وما استغنيت عنه أنا الزواج زواج مصلحة بسنس يعني مش مبني على حب شو كانت المكاسب جراء هذا زواج المصلحة؟ يعني شو كان المكسب؟ كان المكسب أنه الولد يجيني أنا من هذا الشخص ولد أنا تزواجت أول زواج ما أجاني أولاد وطبعاً أنا عملت زراعة وما أعطاني أمل أنه أرجع أمل زراعة مرة تاني لأنه من ناحية الزلمة يعني زوجي الأول ما بيجي أولاد يعني شفت أختي تزوجت إجاها بنت وطبعت تاني إجاها بنت وتزوجه من بعد صار عندي هيك شعور أمومي صرت أنا من دوم هي تنتبه أحمل لبنتها وفوت على الغرفة وحسيت بالأمومة تجيها يعني حاول أني أنا أمه وحاول أني أنا كمان أعطيها صدري وردعها صرت أشعر بهذا الشعور الأمومي يعني حس بحاجة لأنا لولد صار عندي شعور بالأمومي عشان هيك أنا تزوج زواجي الثاني شارطته لزوجي أو طليقي طبعا أنه أنا بدي أولاد ليه بني تحتي الولد ضمن إطار المصلحة؟ مو على دورنا الحب مش على جيلنا هلأ يعني بحس هذا الحب على أيام روميو جوليات على أيام عن طرو عبلا بس هلأ ما بحس في حب بحس كله زواج زواج مصلحة هذا الرجل كيف نقيته؟ وعلى أي أساس وشو قلت له لهذا الرجل؟ أنا صاحبة صالون هجل عندي جاب لي عروس وتم التعرف بيني وبينه وطلب مني أنه في مجال أتعرف عليك وتعرف علي ولما أنا عرفته أنه أنا مزوجي ومطلقة وما أجاني أولاد ووافق أنه أنا يجيني من أولاد أنا كنت بس إعجاب فيه ما في محبي بينه وبينه بس هو من ناحيته حب مني حب مقابل ولد؟ نعم حب مقابل مصلحة حبيتي؟ لا ما حبيت لو حبيت وما استغنيت عنه لما نقيت هذا الرجل على أي أساس نقيته؟ أنا أولا أخذت هذا الرجل كان عنده بابا عمره ثلاثة شهور عنده أربع ولاد وآخر بابا عنده كان عمره ثلاثة شهور يعني؟ عنده عنده مزرته صالحة يعني طبعا الرجل بيجي أولاد يعني أنا خلال معرفتي فيه ما كان فيه شهرين وتزوجت بديك؟ بدي ولد أوكي أنت بديك ولد؟ نعم هو ليه ابني تزوجك؟ تقديري أنا طبعا هو شافني أنه أنا يمكن أنه بحاجة لولده هو مطلق مرته وقال لك هيك بتحضلي ولديه وتربيليه وتعتبره أنه ولده بجيبلك الولد؟ بتربيه لولده؟ نعم نعم حب؟ ما في حب؟ بس هو من ناحيته في حب برجع بأكد لك طلقت بعد ما حصلت على بديك ياه؟ نعم بس خلق الثاني بنت تطلقت ضغري أنا بعد ثاني بنت ليه ما طلقت بعد أول بنت ضغري؟ يعني كيف أنه أنا حسيت كماني شعرت بالأمومة تجاه أولاده وحبيتهم حسيت بلكي برجع أنه بقدر استمر معه ومع عائلته أنه ممكن تحبيه؟ ايه ولقيت أنه مستحيل أني قدر استمر مع هذا الرجل يعني حسيت أنا بحياتي معه مش مرتاحة ليه ما تمسك فيك هذا الرجل بعد طفلتين؟ تمسك فيني كثير هو عجزه للقاضي أنه ما بيطلقني بقى بتعرف أنه أنا إلي حقوق عنده قلت له بتنازل عن حقوقي قلت له خد كل شيء بمقابل تعطيني أولاده ليه علي مضحيت لأحسيسي كمرأة وبقيت مع هذا الرجل كرميلت حافظة على وحدة العائلة؟ بصراحة لو في مجال أني أنا أضل معه ما بقول لا بس أبدا ما في مجال بصراحة يعني ما في مجال أبدا أخدت اللي بدك إيه؟ أخدت أولادي نعم